السلام عليكم فيديو آخر ليوم السبت من خلال هذا الفيديو أريد أن أتكلم لكم على مناصب الشغل التي تخلقت في كندا في سنة 2023 نحن يلاف شهر جوج 2023 يعني هذه الشهرين تقريبا خلقوا 150 ألف منصيب شغل في كندا كلها يعني غير كيبك بوحدو عنده 47 ألف منصيب شغل وهم كانوا متاظرين أنه ستتقل ويعني من بعد الوباء سيكون مشكل في مناصب الشغل ولكن رهت خلقات 150 ألف في كندا كاملة و 47 ألف في كيبك وهذه الناس من يعطيك الإحصائيات ربما لا يهدرون عن فراغ ليس بحل الإعلام ديناك يعطيك أرقام خيالية ويهدر لك قبل الملاير ويهدر لك بإنسان الفقير لا يفهم فيه وهنا كل شيء واضح عندهم لأن هنا المعارضة المعارضة يلبص صح والحكومة الحكومة ديلبص صح إلا دار شي خطأ الوزير الأول ولا أي وزير كيتحاسب هنا ما عندهم مش ذاك الخرطة ذاك الكلام دي الخرطة ورغم هاد المناصيب اللي تخلقات ديال 147 ألف في كندا كاملة ما زال خاصهم الخدامة ما زال خاصهم الخدامة ما زال كيقلبوا على العمال يعني رأى شيء لا يصدق لأننا عيشين في البولدين ديالنا المغربية عيشين بأن مشكلة للشوماج وهنا رأى عندهم مشكلة لليد العاملة هنا العرض كثير من الطالب وإحنا عدنا في البولدين ديالنا الطالب كثير من العرض الناس بغيين يخدموه ومالقوش الخدمة وهنا بغي الخدامة ومالقوش الخدامة هذا والله يعني العكس ذلك الشيء اللي تحصل عندنا في البلاد ذلك الشيء علشة نقول لكم أنا اللي عنده الدبلوم واللي عنده المستوى الدراسي واللي قد باش يدفع ما يتأخرش ما تضيعش الوقت ما تضيعش الوقت ما حد فرصة كينغ ربما من هنا لقدام ربما تتغير الأحوال ما حد هاد الباب مفتوح تفكلوا على الله أنا كنشجعكم وكنحفزكم وكنعطيكم للسيت وكنعطيتكم للسيت وكنعطيكم المعلومات وكنعطيكم تنجوب على الأسئلة ديالكم الواحد ما يضيعش وقته دير أي سبب وكارجع دي ما لديك السبب لديك السيد اللي كان عارف هنا في تروة ريفيار من خلال ناستاغرام من خلال صور كانت ينشرها ديال العمل دياله جاب لي الله تسير واتصل به رجل أعمال هنا وراه في كندا هو وبنتو ومرتو واحد ياخد الأسباب وليوم ما تفقى داخل الفيسبوك على الهضراء الخاوية وتنشر في تصاور الخاويين ولا انستاغرام ولا ما تضيعش وقتك المشكلة دياله نحن ندب أنا نجيكم الصراحة لانا كنشوف أنا من خلال بعض الأصدقاء اللي كيرسلوني أنا كندير فيديو وكنعطي المعلومات ومن بعد تدوز واحد شهرين تلتشهور كيتطرح لي نفس السؤال لماذا؟ لان هذا السيد تاني اللي طرح لي السؤال ما فيه لي يقلب يقولوا كان قلب غاعد الفيديوهات اللي شفت اللي درتانا غاديلقى الجواب لانا وطي طرح لي نفس السؤال المشكلة ديالنا ما بقيناش قدرنا نقلبوه ما قدرناش بقينا نقراوه ما الخاطر ما كينش تضرنا راسنا منيسا بدون القراءة وعلاش لانا ما متعودينش واللي بغي يجي الكندا خصوه يتعود انه يقرأ ويبحث والوقت رات يدوز المهم انا كنقول لكم هاتشها باش نحفزكم والله يصل الامور وهنتم ما غا تلقاوه فيه في صندوق الوصف غا تلقاو فيه لليان ديال هاد مية وخمسين الف منصيب شغل ديال واحد الاداءة اللي هدرت عليهم هادي تقريبا واحد عشر ايام انا كنجيب لكم الفيديوهات جديد جداد غا تلقاوه في صندوق الوصف اللي كي هدروه على هاد الموضوع ديال هم مية وخمسين الف منصيب الشغل اللي اتخلقات في كندا يالله ما نطوت عليكم وإلى اللقاء في فيديو اخر بحول الله